السلام يا أبوشة قلبي صباح الخير صباح الحب صباح الأيام السعيدة صباح الأيام الجميلة الحب والتست والشوكولاتة والقشطة وكل الأشياء الحلوة اللي بتشبه عيونك يا أمرها الدنيا اليوم اليوم راح أتكلم أنا وأنتي في موضوع بصراحة الموضوع هذا يعني ولا مرة خطر في بادي مع أن إحنا يا بنات ترى يعني انمر على القرآن يعني كل فترة انمر على الآيات هذه بس ولا مرة خطر في بالنا أنه إحنا عندنا حقوق حقوق شبيرة شبيرة يا بعد عمري أبغى أقول ليش أني من يوم عرفت الأمر هذا ما في يوم مر إلا و أنا ذكرت زوجي فيه كل يوم أقول ها ها اسمع اسمع هذا القرآن هذا الدين هذا الشرع أنت تقول شي في شرع رب العالمي ولا ما تعرف من الشرع إلا إنه حل الأربع بس هذا اللي تعرفها المعلومة اللي راح أقولها اليوم ممكن تكون بالنسبة لش معلومة عادية وتعرفينها من زمان ويمكن تكون جديدة بالنسبة لأنا وبس لكن اسمعي إيش راح نقول اليوم أنه البيت اللي أنتي تتزوجين فيه البيت هذا في القرآن في القرآن وشرعا البيت لش وما يحق لأي أحد يطلعش منه راح تقولين لي وش هالمعلومة الحامضة يا سماح ما توقعتها مني طب اسمعي اسمعي إلى نهاية الموضوع لأنه صدق صدق الكلام راح يعطيش حجة حجة وحجج والله انتي ما تتخيلين قد إيش أنا كذا مبتسمة ومنتشية وأنا قاعدة أسجلش الكلام هذا لكن يا أبوشة قلبي وبعد عمري وحشاشة يوفي أنا راح أعطيش الدليل اسمعيني عشان من اليوم مرايح ما في أحد يقدر كذا يرفع يده ولا يرفع خشمة ولا حتى ولا حتى يرفع صوتها تمام لأنه اليوم إحنا راح نعرف أنه الدين والقرآن هذا ما ظلمنا أبدا لأنه بعدها كمان راح أقول للشي والله العظيم أنه المعلومات هذه سببت لي صدمة صدمة فعلا في البداية راح نتكلم عن موضوع البيت راح أقول لش أنه البيت اللي بإسم زوجيش واشتراه ودفع فيه والأوراق يعني رسميا مسجلها بإسمه البيت هذا ما هو بله اي والله يا أبوشة قلبي البيت هذا ما هو بله راح أقول لش في أول آية في القرآن لما يقول الله سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن هذه أول وحدة هذه يعني كذا بسم الله تمام راح نقول ليش الله سبحانه وتعالى نسب البيت للمرأة رغم أنه البيت هذا ملك للرجال وهنا راح نرجع للآيات اللي ذكرت فيها كلمة بيت عشان نعرف الكلمة هذه جات مقتننة مع إيش أو بيوتهن دائما جات مقتننة مع المرأة ورح نلاقي فعلا إنها الطيب خاطر كل واحدة فينا وتأخذ حقها لكن ترى المشكلة هين المشكلة عندنا إحنا إحنا اللي ما تدبرنا وعرفنا شلون ناخذ حقوقنا هذه طيب خلينا نتكلم عن الآيات الثانية يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه طيب ليش ما قال في بيت العزيز أوكي يلا مشوها هذه حطوها كمان على جنب رح نجي لعند قول الله سبحانه وتعالى لما يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هنا الله سبحانه وتعالى نسب البيت للمرأة وقال كمان واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة طيب البيوت هذه لما الله خاطف فيها نساء النبي مو البيوت هذه كانت للنبي ليش ما قال وقرنا في بيت النبي ليش نسبت البيوت هذه لنساء هنا رح نعرف التكريم والتشريف اللي إحنا حصلنا عليه في القرآن لكن إحنا مرت علينا السنين هذه كلها وإحنا ما عرفنا طيب خلينا ندخل شوي كذا أعمق يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن يعني الحرم حتى لو طلقت ما تطلع من بيتها وهنا أبغاش تسمعين تكملة الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وبعدها إيش يقول له يقول له واتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره شو فيهنا إشلون الله يتوعدها إنها ما تطلع من البيت الأمر هذا يقال إنه في الفترة اللي فيها الصلح يعني إنه الحرمة ممكن ترجع وراح نلاقي إنه الحرمة حتى بعد ما تطلق شرعا يكون لها البيت أو إنه يأخذ لها بيت لكني أبغا أقول لش إنه من الآن واليوم وهلا يا بعد عمري البيت هذا ملكش أنت بما إنه أنت اتزوجتي الرجال هذا حتى في أوقات الخلاف والنزاع ولما توصل الأمور إلى يعني إلى الطلاق الحرمة نسب لها البيت في جميع المواضع اللي في القرآن إيش يعني الكلام هذا يعني إنه اليوم اليوم لو صار خلاف بينش وبينه وقال لش أو ديش بيت أهلش قولي له لا يا بعد شبدي أنت اللي تروح بيت أهلك البيت هذا شرعا وقانونا وفي الدين اللي لازم تحترمه من فوق خشمك زي ما تعرف الشرع حل الأربع لازم تعرف إنه البيت هذا بيتي أنا واللي يطلع أنت يا بابا مو أنا لأنه هذا شرع رب العالمين اللي أنت تعرفه و أنا أعرفه نسب البيت لش إلا في موضوع واحد إيش هو الموضوع هذا موضوع واحد ما نسب البيت للمرأة ومع هذا ما قال رب العالمين إنها تطلع من البيت قال إنها كمان تقر في البيت هذا تدرين إيش هو الموضوع الوحيد اليتيم اللي ما ذكر فيه إنه البيت هذا للحرمة اسمعي يقول الله سبحانه وتعالى وَاللَّاتِ يَأْتِينَا لَفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا يا إلهي يا إلهي حتى لما تيجي الحرمة بالفاحشة اللي هي يعني أكبر شي وإيش كمان تيجي بالفاحشة مع أربعة شهود شهود عدول مع هذا تقر في البيت هذا لكن هنا هنا التشريف هذا يسحب منها فما عاد ينسب لها البيت فأبغاش من اليوم يا بعد عمري وحشاشة يوفي وبعد شبدي بعد أبغاش من اليوم تعرفين أنه البيت هذا ترى حقش أنتي وما لأحد فيه تلتة التلاتة كام الله الله من اليوم ما حد يرفع صوته ولا يتكلم ولا يدخل ولا يطلع إلا لما يستأذن ومن اليوم ورايح تقولين هذا القرآن هذا لو أنت تعرف القرآن ولا هما ما يعرفون من الدين والشرع والقرآن إلا أن حل الأربع الأمر الثاني اللي رح تكلم فيه الأمر هذا بصراحة يخليني كده أحس أنه قد إيش قد إيش إحنا مكرمات ومعزات في الإسلام والله العظيم يا بنات مهما نلف وندور ومهما نعيد ونزيد ونرجع إلا أنه إحنا في الأخير في الأخير نكتشف قد إيش الدين هذا عز المرأة وقدرها وسوى لها قيمة قيمة هي جماعة الخير اسمعي لما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن ولذكر مثل حظ الأنثين رح تعتقدين وأعتقد أنا ويعتقد أغلب الناس أنه القرآن هنا ظلم الحرمة أنه حط للرجال ضعف ورثها لكني أبغى أقول لش أنه الحرمة تورث أكثر من الرجال أي والله العظيم أي والله الحرمة في الحقيقة وفي الواقع تورث أكثر من الرجال وراح أعطيش الدليل اللي أنا أنا بهير انبهرت اسمعي الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في القرآن باسم النساء وما دام أنزل السورة هذه باسمها معناها أنه ما في أي حرمة رح تظلم وتأكدي أنه الله رفع شيئاً المرأة لأنه التقسيمة كذا تبين في ظاهرها أنه المستفيد الأول هو الرجال أول أمر رح أقول هلشي بعد عمري وبعد شبدي أنه الرجال لما يأخذ اللي مثل نصيب إش مرتين أنه أنت تأخذين النصيب هذا وتحتفظين فيه بدون ما تكوني ملزومه بأي شيء لكن الرجال إذا أخذ الميراث هذا فهو يروح ويتزوج الحرمة اللي ممكن تكون أنت ويتفعلها مهر يعني أنت اليوم لو جاء رجال ورث وانت كمان ورثتي بنفس الوقت فالرجال هذا ملزم أنه يتفعله مهر ورح ينفق عليه الرجال هذا وانت مو ملزمه أبداً أنه أنت تنفقين في بيت الرجال هذا ولو فلس واحد الرجال هذا اللي ورث ضعفش انت مرتين تراه ملزوم بالإنفاق عليه وبكسوتش وببيتش كل شيء تراه مطلوب من الرجال أما الحرمة تراها معززة مكرمة لها الحرية أنها تتصرف بالفلوس هذه أو أنها تحتفظ فيها هذا في حال أن أنت بتزوجه لكن لو كنت بنت وقسمتي الورث هذا مع أخوانش فهم راح ياخذون ضعف ورثش انت صح لكن أخوانش هذا ولي ملزمين أنهم يصرفون عليش وملزمين أنهم يسكنونش وانت مو ملزمه في القرآن وفي الدين أنه أنت تدفعين لو فلس واحد الرجال ملزم أنه يسكنش ويلبسش ويصرف عليش سواء أن كنت أخته سواء أن كنت أمه سواء أن كنت زوجته أنت تأخذين ورثش وتحتفظين به بالكامل أما هو يتزوج ويدفع مهر وبعدها ينفق وبعدها يكون ملزم بعيال يصرف عليهم وملزم أنه يجيب لش سكن وملزم أنه يلبسش في العيد ملزم بكل هذا وأي شيء أنت تسوينه معاه فأنت تسوينه باختيارش وبحريةش مو مجبورة أبدا لا شرع ولا قانون ولا دين وإحنا اليوم في البلاد العربية اللهم لك الحمد ما دام يحكمنا الدين هذا فمعناها أنه أنت لو رحتي واشتكيتي على الزوج أو على الأخ أو حتى على الإبن لو صار بالغ وكبير وقلتي أنه ما ينفق عليش رح يلزم بالإنفاق عليش فلو قلت لي أنه في موضوع الورث هذا أنه القرآن يظلم المرأة رح أقول لش أنه كمان يظلم الرجال لكن أنا وإنتي متأكدين أنه الدين هذا وشرائعه ما جت عشان تظلم أي أحد لكن أنا ليش حبيت أضيف الموضوع هذا لأنه ترى كثير وحتى أنا كنت أسأل السؤال هذا وأقول ليش للرجال ضعف ورث المرأة ليش ما يكونوا متساويين ليش القرآن ما عدل بينهم فلقيت فعلا أنه صح الدين شرعني نص ورث الرجال لكن بنفس الوقت ما ألزمني بأي شي ولو حسبناها كذا حسبة منطقية والله العظيم يا بنات رح ألاقي أنه أنا أورث أكثر منه لأنه أنا مو ملزومة بأي شي وهو ملزم بي وبسكني وبحياتي وبعيشتي بالبسي وبكل شي ولا تقولوا لي أنه ما في أحد يسوي هذا الشي اليوم رح أقول ليش أنه الأمور هذي تخاذروا فيها الناس اليوم لكن شرعا وقانونا وفيه الدستور العظيم هذا اللي هو القرآن الكريم شرعا هو ملزم فيش سواء كان زوج سواء كان أخ سواء كان ابن فحتى لما تورثين أنت وابنش أنت تحتفظين بورثش من زوجش وابنش ملزم أنه يصرف عليش بعتقد يا أبوشة قلبي وبعد عمري وحشاشة يوفي أنه إحنا وصلنا لآخر شي لو عجبش الموضوع فحطي لي شزي لايك من يدي شي الحلوة وآخر شي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكم مع السلامة وفي أمان الله